زون ميكست. رجوعنا معكم من جديد في زون ميكست على اكسبرس افم مواصلين حصتنا مع سيواج دي السيد وعزيز الجبيري حكينا في الجزالة ولا على مباراة الكلوب والمستير الدوزين بارتي دليميسيون باش نبدوها بماتش الكلاسيكو في سوسة بين نجم والتراجي رياضي التونسي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين باعتبار انه زوز في رقعدين يعيشوا في فترة فراغ في البريود الاخرانية ولو انه تراجي افضل شوية لسيتيوات يمطيع من النجم الرياضي السيحلي باعتبار انه موجود يعني في المركز السيدس في الترتيب العام للبطولة على عكس السيدس عنده تسع نقاط لتراجي رياضي التونسي على عكس النجم الرياضي السيحلي الموجود في المركز 11 برسيد خمسة نقاط وفي رسيده انتصار وحيد على اضاية ميدان وكان ذاية ضد فريق اتحاد تطوين وقته كان يمرن الفريق نذاك المدرب حمد الدو جاء محمد المكشر اللي هو بدوره ما زال يبحث على انتصاره الاول السكيابيان اللي بديه البركور متاعه ولا العودة متاعه مع الاتوال ما بديتش بخساره فخاصة الوقت اللي نعرفه كونه العب ضد فريقه ما هوش خايب وكان شد حتى تراجي في بلاده اللي هو نجم المتلاوي هو لقاء الجريحين كلاسي كل مرة يذي ما يقبلش القسمة على اثنين براتيك مو حتى الوضعية راي ما تختلفش برش خاطر اللي توال كانت ربع نارتلاحات بش توال اللي عنده ثمانية ثمانية نقاط وتراجي توالي عنده تسعة انه التراجي هو اللي يزيد يخليك تطرح اكثر من نقطة استفهم خاطر ما عودناش انه التراجي يقعد بالاربع ما تشوية دوسويت انه ما يربحش وما يحقش الانتصار التراجي اللي في فاز ترونزي توار فترة انتقالية ما مزل معينوش مدرب جديد يعجز على الانتصار في اربع مقابلات متالية عنده خط دفاع مزل طوى مش لاقي ليروبير متاعه كيف كيف الفازو فونسي فقعد يبدل سواء كردوز ولا حتى القصري مزلوا ما ماستقروش على التريول اللي ينجح نتصور المشكلة في التراجي نهارة لحد بش تكون بخصوص بخصوص الاجانب والليزي ترونجين بش يعمل عليهم القصري في الماتشة دي خطر فاما عودة منتظرة الرجاء هو لو بش يكون تيتولير لهنا اسكو معاتو غاي اللي نتصوروه ما عندي تيتولير عندي سكوتابل في اللاكس بش يقولولك دوس برايس اه عندك ينساس اذاك متأكدين منو اسكو رودريجو اسكو بش تعطي الفرصة المكوناة لهنا المشكلة في عدد الاجانب في التراجي واللي يخلي حتى اي انترونيو رجي بش يلقى روح وديما في موقف صعيب لتوال محمد لمكشر لهي مش متاع الحلول قدامه ضايقة وهو ولد نادي ويعرف يعرف معنى السيطوال اللي عايشتها لتوال من دبيوت سيزون يعني ازمة النتيجة دي دجا شوفنا الدسكور متاع ومبعد ملي جي وحتى في قبل الماتش المتلوي وبعد الماتش المتلوي ومبعد الماتش المتلوي شوفنا كيفاش القاعد الكلاسيكو قاعد يوسخن جي والانترينمون سوسا كيف كيف الكلة قاعدة تحكي على الماتش هذية اللي نصوره بش يكون سخون وليتوال بيدها تحتاج لتروة بش تحاود ترجع على اللي كي بتتنفس زبير باية اللي يرجع من الامارات خصيصا للماتش هذية ولاني هونتر بارونتاز دا نعود نقول وها انو مي نجمش رئيس الجامعية يقعد يسير لديستونس لزم يكون حاضر خطر زبير بالباية متاعه كيكون ديما موجود صحيح عنده ورمي بروحوا في وقت غسرة واختلي اللي سايبوها العبيد الكل اما في الوقت هيدا على الاقل كيكون موجود ديجا حاجة باية ونتصور اللي نهارة لحد ما نشفش نشوفوها بالوجه الخايب واخيب من الماتشويت اللي يتعديو. ايه يعني اكيد وانو العائلة كل النجم الساحلي تعرف اللي زبير باية يعني مش شرط لكن قلهم هذية ظروف تاعي معنى فمني عنده ايه وما ينجمش. عنده عقد كذاك. خادمتوا. 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 خبلوا. لكن انا انا سائلوا انا سوائل يفرد روحوا. لكن جيت لتولولوا تقول الثاني وقعد تربعوا كل شيء. ده ماشي واحد يتشكى من غيابه تازوبير باية حتى حد. صحيح. يفهمني ايه. دونك الرزولتات دي ما يريد تحكم فيك. شوفوا الان ديالكبيرة مدرب رئيس جمعية كل شيء يعمل اللي يحب. موفيد الريزولتات هي اللي بش تحكم عليك. يعني اخر شيء المقاس الوحيد هو اه اه الريزولتات. بالنسبة للنجم الساحلي بالنسبة لها فرصة كبيرة برشة. فرصة كبيرة برشة بش معناها تعاود تسترجع يعني الثقة فيها في نفسها تعاود روحها في في الكورسة لانها بعدة برشة نجم الساحلي روى ترتيب واحداش. يعني احداش تم اه اه عربعة لخمسة وراءة. ايه صحيح. لكن. تشوف تلاجب تسعى. صحيح. ايه لكن. لكن عندك اه ازم انت تخطى عشرة في رق اخر. فمني ايش مش تقعد تخسر وتستانى فيك حتى لين تفوتها. ثم الناس زادة قاعدة تحب تلعب وتحب تربح. يزم تربح وتسابق. ولا ايه. لما تسابق حتى الاخرين يحبوا. لما تنافس كبير برشة بين الاندية كل السنة تعرف الباب مفتوح. مم. تشوف طوال اه 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 اولمبي البيجي والتحاد المونستيري وجرجيس. يعني في اله في الاربعة الولانين. يعني اتحاد المونستيري ناحية. لانو اذا نعتبره حاجة عادية قلنا. لكن اولمبي البيجي وجرجيس. يعني اه تلقاهم في بعض سات جورنيه لول والرابع. حاجة بهاي برشة بالنسبة لكورت قدمة تونسية. بالنسبة البطولة متاعنا. بهاي برشة وانو تبرز اندية اخرى. بش نتحك شوية كل منطوني والرطابة ولاحد متاع البطولة متاعنا ديما ثلاثة اربعة واللي هم ديما يتنابسوا في الاخير. دونك النجم الساحلي ضيع برشة. نزيف كبير متاع نقاط. والنجم الساحلي مش منعط وانو يعمل ثلاثة هزيم في ستة اه جولات. يعني اعمل ثلاثة هزيم برشة. برشة. معنا خروج حمد يدوه انا تشوفه جا في وقته لانو باهيله لي هو. معادش نجم يخدم. فمن الظروف تكهربط شوية. يعني بعد نتاج السلبية دايه وباهل النجم الساحلي وانو يشوف مدرب جديد. يروح جديدة. نفس جديد. خطة جديدة. اصلوا بلعب جديد خط ما يلعبوش بنفس الطريقة. حمادي وانضوه الدوه ولمكشر. دونك اه 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 بان المكشر المشكلة اللي بش يلقاها تاو مش نشوفوه ضد تار الجرياض يعالجها بصفة فعالة ولا لا اللي هو الجانب الذهني. شفناها بعد مباراة المتلوية تشكة من من الحضور الذهني والجاهزية الذهنية بتاع اللاعبين ما همش كونسنترين مش مركزين. ما همش قاعدين يتعبوا في الترامة مش قاعدين يعرقوا في الترامة مش يعطيوه في المردود اللي قاعد يستنى فيه منهم. اكيد وانو في التمارين وقت لي معناها تقابل مع اللاعبين في التمارين من بعد في اول اسبوع اكيد وانو ركز برشا عن النقطة ذي الجانب النفسي فام دي كل شي والتحذير النفسي للمجموع بتاعه هذي بشو نشوفوه ضد تار الجرياضي. اشوف روخ لي تلعب ضد تار الجرياضي والعكس بالعكس. ام. تار الجرياضي يقل تلعب ضد النجم السعلي. رفي بلا بعض الاحيان يعني اه اه الضغط مو سلط بتبيعته على اللاعبين. الضغط الايجابي. ام. مو سلط روه الملاعبين يبدو مو تيفي بتبيعته. ام. اشو شو مو كانو مزوز جماعيات في كريز جملة معنا. والله هذي فرصة بالنسبة للتارجري هذي. بش يسترجع يعني اه يرجع للسكنة على الانتسارات. ويرجع على حساب النجم السعلي. وممكن يقول لك انا نزيدنا حتى نتخلص من المنافس من المنافسين انا التقليديين متاعي. وبالنسبة للنجم السعلي يقول لك انا تارجرياضي. معناها اذا كان انت سرع تارجرياضي بش ترجع الروح في الفريق. بانسير. يعني يدما حتى من خلينا ما ثلاثة نقاط. اه. يعني حتى العامل النفسين. عنده 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 برشة جوانب ايجابية يعني الانتسار في في الكلاسيكو هذا. وان شاء الله تعد مباراة بصراحة. يعني اه ان شاء الله الحكم يكون في المستوى. لطول التشاكيت جزتما. ايه. من الحكم نيضال الطايف. ونيضال الطايف بزرما هو الحكم اللي كان شاهد على اخر انتصار للنجم الرادي السعلي ضد الترجي في ملعب وعلي الاحوار. كان يديه نهار ثلوتتاش مارس اه الفين واحدة وعشرين ووقتها خسرت مع نيضال زوزو بليش ووقتها كان لسعد ريدي. ووقتها هو نيضال طايف كان كان هو الحكم ممتع المقابلة هذه. اه الطريف في الموضوع انه زوز جمعيات متشكين من من نيضال طايف. نيضال طايف هو نفسه زاد الانترونر الاربيتر اللي عامناه ولكن اه محل احتجاج بين الترجي والاتحاد المونستيري في في الكارتون الروج اللي متعطات ومتعطاتش وكذا. الترجي مارينيش موقف رسمي عكس نجم السعلي اللي اصدر بلاغ رسمي ع صفحة رسمية متاع الفريق. واكد انه اه الصافرة متاعو محل احتجاج. كل عادة مش نعاودو نشعلو الجو. التنسيون تطلع قبل المات شويت. ولا هنين عاودو دي ما هون كيستيون. ادي انا عليش الدزينيسيون. ما قاعدش ما نش قاعدين فهم رفليكسيون. قاعدين نشوفو في المعنية كل تعيين عندك ما تأجيج الاوضاع. دي عليش عليش ما تأجيج على المشاركة التعيينات. دي عليش ما تأجيج على المشاركة. نقوله الحقيقة. راي ثيقة مفقودة مع التحكيم التونسي. ليش نعمل? ثيقة مفقودة مع التحكيم التونسي. لانو عديد لاندي حس التنفسها وانها مظلومة. فيزي. فهمني شو اللي يتولد قبل كل جولة كل واحد احتجاج على الحكم. اعمل الاحتجاج كومنيكي يبدأ حاضر والاحتجاج يبدأ حاضر. يقول لك معناها معناها عاملت احتجاجات كبيرة واحتجاجات بشترع ضد النادي الافريقي على الحكم اه استيس مونتاع نادي سفيقسي ودون نادي الافريقي. محرز المالكي. مالكي. فهمني عاملوا احتجاجات كبيرة عليه واسبوع كامل فهمني وناس تحكي عليه في الواحد اللي باش وحكيوا عليه في العلام وكل شي. مبعد يباري كل مالكي تأثر شوية. شفنا ضرب الجزاء اللي كان بشي خدها نادي الافريقي ماخدهاش. يقول لك انا. وحاول في دوزين مهتون ويرق. مثلا اما تروتار عليش ترقى. عاتي كل واحد حقه. عاتي الساس حقه. وعاتي النادي في رقي حقه. موكا واخي بحاجة انتاع الحكام هو انو ترقيع. ترقع. كان غلط غلط صحيح. سكرها البرانتيزة ديك. متقعدش تعمل غلطة. وتزيد تعملو. مش تطلحها تعمل غلطة اخر. ودي المشكلة. ما انا عش قولك ديما المدة الحكام التوانسة. اغلبهم. وش الكل عنا حكام ممتازين. اغلبهم يحسبوا برشة. اذا كان تخلف الحسابات رو سايب. بشي دي على البوصلة نتاعو. اذي داك اه فيما خصماتش الاسبرانس والاتوال بشي نتعادو مع فاصل شيري قسير فما بش نمرو لبقية المقابلات اللي استانيهوا فينا نهاية هذا الاسبوع.